أهلا بكم من جديد ومازلنا مع الشأن الفلسطينية حيث أعلن تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلاق المرحلة الثالثة من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين تتضمن هذه المرحلة أكثر من 74 قاطرة محملة بأكثر من 1490 طن من المواد الغذائية والمشروبات الدافئة والملابس والبطاطين والمياه المعدنية يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثي والإنساني لدولة فلسطين الشقيقة وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضمن مصر تجاه الشعب الفلسطيني لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط عديد من الضحايا والمصابين